السلام عليكم يا تكاترة. اه ازايكم? عاملين ايه? اتمنى تكونوا بخير. اه دي اول مرة هطلع اتكلم معاكم اه فيديو في كونتنت يخص الفيدياتريك دينتستري. اه واخدت القرار ده لانه موضوع اه عايزة المه بشكل شامل. ما ينفعش يتلم في بوستس. انا اتكلمت عنه بشكل مقتطفات في بوستس. اه بس اه عايزة بقى اديكم الكور بتاعه او اجمحه لكم من اوله لاخره. اه يعني واظنوا انتم يعني توقعتوا ايه الموضوع ده? ايوة الموضوع ده هو المانجبينت. اه واخترت الموضوع ده ده لاهميته البالغة في البيدياتريك دينتستري. لانك لو ما عرفتش تمنج الطفل مش هتعرف تطبع حاجة. لو ما ما نشتهوش صح وقاعد كويس. اه مش هتطلع شغله مزبوط. هيبقى بروجنوزيس وحش هيفالير. فهتكرها البيدياتريك دينتستري. والحقيقة عكسي كده خاضر. حقيقي البيدياتريك دينتستري البروجنوزيس بتاعه عالي جدا وفوق الخمسة وتسعين في المية. واغلب الاطفال يعني ممكن بنسبة تمانين في المية. اه بيبقوا معك كوبرتف جدا لو انت مشيت بخطوات ممنهجة. وعملتش لاي خطوة فيهم. بس قبل ما اتكلم في في يعني طريقة المانجمنت وايه اللي هتعمله من ساعة ما الطفل بيدخل لك لغاية ما يخرج من عندك. عايز الاول اغير طريقة تفكيرك اه عن المانجمنت ورؤيتك للطفل. انا مش هادك تحط في الماكن هو كائن مزعج مهما انت عملته هو هيفضل يعيط وهيزن. لا نهائي. اه الطفل كائن. اه ممكن اي خطأ في المانجمنت يفقدني تعاونه. بس احنا نقدر ما نعملش خطأ في المانجمنت. فنكسب تعاونه ونكسب سنة سهلة كمان. اه اه بس عشان تعمل مانجمنت صح انا عايزاك تتعاطف مع الطفل. وعلشان تتعاطف مع الطفل لازم تفهم كويس هو ليه خايف. ليه طب الاسنان مخيف بشكل عام. طب الاسنان مخيف بشكل عام لانك قريب جدا من السنسوري اورجنز اللي بتستقبل الخطر. انت الليترالي انهد ماوس. هو حاسس بتعمل الشياط بتعمل مية. اه حاسس بخطر على الصفت تيشو اللي حوالني السنة. على لسانه. على الشيك. خايف يبلح حاجة. انت الليترالي في ودانه. وزي ما انتوا عافين بنفقد تعاون اطفال كتير بسبب صوت الكمترا. الريحة ريحة الشياط دي وادايقها وشممها. عينيه الحاجة المية اللي عمارة الترتش دي بيهيق اليه ان يعنيه تحت خطر. طب طب انا اعمل ايه? انا 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 كده كده لازم هشتغل في السنسوري اورجنز. الاول اللي عايزة بس تعتذر من الاصوات اللي انت هتسمعها في الفيديو ده. اه الاصوات الخارجية يعني. اه ام. بنعالج الموضوع ده ازاي? اه بنعالجه بننتا تبروتكت السنسوري اورجنز اللي هو حاسس ان هي اندينجر دي. طب ازاي? بنلاقي دايما في المحترمة الطفل لبس نظارة صودة. ليه? مش مش عشان كول او عشان ما تعرفش مين الطفل ده. لا نهائي. النظارة الصودة دي لما يلبسها وته تمسكوا المراهي كده ويشوف نفسه. بيحس ان يعني خلاص بقت سيف. هي مش في خطر. اه. والاهم من النظارة الربر دام. لو الطفل اه يعني كبير شوية. لان الصغير شوية ده اللي انت مش عارف تركب له رابر دام غالبا اي حاجة انت اصلا مش هتعرف تعملها له يعني. ويبقى انت جيت لجي اي. اه. الربر دام اهميته. انت برضو بعد ما بتركبهوله وبتمسكه للمراهية بيبقى حاسس ان الطنج والشيك وزورو خلاص في امان من من الشغل بتاعك ده ان انت خلاص عزلت اه الارية بتاعتك دي في السنة خدتها في جنب في البلونة السودة دي او في الربر دام شيت. اه. فالربر دام بيدي احساس بالامان عالي جدا. اه. ده غير طبعا ما بيشرقش والمية في كتير جدا. اطفال بيقوا مدايقين جدا من المية بتاعت الكنترا دي. طيب هل انا لو مثلا لبست الطفل خلاص نضاره وركبت له رابر دام وهلبسه كمان سماعة علشان صوت الكنترا. خلاص كده ما فيش حاجة تانية ممكن تخوفه. لا. احنا عندنا في البيدياتريك دينتستري. عندنا اول فير هو الخوف من المجهول. ولو شفنا تعريفه مع بعض بيقولك طبيعي اي حاجة انت مش عندك معلومات حواليها هتبقى خايف منها. بيقولك هتحفز خوف. تخيل انت من مكان وهتسافر مكان تاني الاول مرة. اكيد بيبقى عندك مخاوف. هنزل فين الفلوس المالة تكفي ولا لأ. خايف تتسرق. خايف يباني انت غريب عن المنطقة. بنفس الكيفية طبقها على طفل على كائن فرجايل ورقيق جدا. اه انا ما بشتغلش اول جلسة عشان الحوار ده. لازم اول جلسة دي انا بقضيها بعرفه عن الانفيرومنت الجديدة دي. اه بعرفه على على الميرور على البروب على الوزر على القطن على القوتن رول على الهاي ساكشن واللو ساكشن على الكونترا على الاكسيكافيتور وعلى اه التمبري. بعمل نفس اشتغلت بالاكسيكافيتور كده وطلع له حتة صوفت تيش وقوله شايف دي السوسة. اه واعمل نفسي بشتغل بالكونترا. وباخد وقت يعني 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 بعيش الدور. وبحطي له المؤقت بقى اقول له الله شايف دي اللبانة دي الحشوة بتاعتنا. ويلا بقى اعد على مخدة السنة او على القوتن رول. شايف انا حولت له الانون لنون في مرحة وظريفة وبدي له دي. يعني انا ما اشتغلتش وبدي له دي. ليه كل ده انا حريصة جدا احوله من الانون لنون في شكل لطيف جدا. تاني نوع من انواع الفير هو الابجيكتف فير. تعال نشوف تعريفه. اتس ا دايريكت فيزيكال استيميلاي دايريكتد تو وان اف دا فايف سينسوري اورجان. اني باينفول استيميلاي دايريكتد تو السينسوري اورجان والالسايد فير. وده اللسه اه متكلمين عنه. انت في البيدياتر في الدينتستري انت مش دايريكتد لوان سينسوري اورجان. انت دايريكتد للفايف سينسوري اورجان. فلازم تحط الموضوع ده في دماغك وتتعاطف مع الطفل وتفهم هو متضايق ليه. احنا عندنا جزء من المانجمنت اللي انا اعرف كويس قوي طرق الانسيزيا الحاجات المانيمال انترفينشن. عشان اقلل نسبة الفير as much as possible. اه تالت نوع من الفيرز وده اسوأ انواع الفيرز هو الفير السبجيكت فير. اه تعالوا مشوف تعريفه. اه بيقولك it's directed to the child from description and attitude of others. ونوضة ان الفير هو اسوأهم لان ال child did not experience it by himself. يبقى هو ما عندوش خلفية. يعني ال imagination بقى بيسرح. it has no boundaries. اه وطبعا الفير ده بيكتسبوا من التقليد من الميديا. يعني انا جات لي واحدة اه مامتها بتسألني هنحشيه ولا هنخلعه. مجرد مامتها بتقول كلمة نخلعه قعدت تصوت. اه لانها شافت فيديو اه كارتون اه دكتور بيخلع للطفل وجايبين الادات الخالع شكلها مخيف اوه والطفل خيغ. في يعني الميديا حتى مش واقفة في صفنا. اه وطبعا بالدراسات بيقولك ان لو الام دنتال فوبك يعني قاعدة جا تقولك انا ما بطيقش دكتور الاسنان انا ده انا ذات نفسي بيكبيرة ببقى خايفة تخيل الطفل هيبقى عامل ازاي. اعرف بالطفل ده اه هيبقى خايف هو كمان. ولما اكتر ان انا ما اشتغلش اول جلسة. اه حريصة اكتر ان انا ابدأ اه بحاجة بسيطة قبل الحاجة التقيلة امهد له. وكون اس جنتل واس ديليكت اس باس بسيبل. وبريز بقى على كل خطوة وتشجيع بهدايا وكده. اه واخر النقطة هتكلم فيها اه عن السبديكتف فير هو انه ماجنفايد وز ايج. ودي اه انا بحسها مسئولية وقع علي وانا بشتغل الطفل. انا في ايدي بتاعتي بتاعته. وانا اللي بشكلها وبشكل عن. اه لان الطفل اللي ببقى خايف من دكتور الاسنان بقى مش بيكبر يعقل لا. بيبضل كبير وكارح اه مشوار دكتور الاسنان وكارح طب الاسنان ويخلف عيال كارهين طب الاسنان وتفضل السمعة السيئة. ودي واحنا يعني احنا بنساعد الطفل احنا بنعال الناس. السمعة السيئة دي اكت زمان. لان زمان ما كانش فيه بنجا اصلا. اه وكله كان عاك. بس لا الدنيا اختلفت دلوقت. فانا عايزاك وانت تشغل الطفل. حطت اه في بالك اه اه المسئولية دي وحسس بالديلكسي اه بتاعت الطفل. لما تحس بيها وتتعاطف معاه. والطبق الكلام ده وتعرف ان هو بينجح وبيحاول الطفل من من يعني من من كائن مزعج او انت شايف مزعج لواحد متعاون زيه زي اي حد. بلاص انت بتشغل في سنة سهلة. اه بتلاقي الموضوع جميل جدا. اه انا متأكدة ان كل البيديو دونتس اه حسين بكده وحسين بسهولة المجال. لانهم بيطبقوا مانجمنت صح. اه ان شاء الله بقى في الابسودس الجاية هتكلم اه احنا بنعمل ايه بقى يعني بنعمل ايه من ساعة ما الطفل يدخل لنا وقبل حتى ما يوضع الكرسي لغاية ما يمشي بالتفصيل. بس دي كانت مقدمة مهمة جدا. وبرضو فيها اه اتمنى تكون عجبتكو اه ومستنية اراءكو وتسجيعكم ان شاء الله علشان اعمل الابسودس الجاية. اه وكل سنة وانت طيبين.